دكتورة مشاهدين ده معد موجز لهم الأخبار مع ليندا شكرا شازلي التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورامي في مصر وفق المعايير الدولية بالأخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي بمستشاري رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية وأستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام هيرمل وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق تحية مصر وليمثل المركز منارة طبية على مستوى الدولة أكد المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن المستثنى من المشاركة في الحوار الوطني كل من خطط وحرد ونفذ أعمالا إرهابية وتلوثت يداه بالدماء وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية والفئة الثانية المستثنى كل من يرفض دستور مصر 2014 موضحا أن عمل مجلس أمناء الحوار الوطني يقتصر على إدارة الحوار الوطني وليس التدخل في الموضوعات المطروحة به وخلال كلمتي بالمؤتمر الصحفي المنعاقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل لمجلس أمناء الحوار الوطني أشر رشوان إلى أن الحوار أسفر عن إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء تمهيدا لنشرها على الموقع الخاص بالحوار الوطني كما تم إصدار وثيقة خاصة بمدونة سلوك وأخلاقيات الحوار الوطني أعلنت الأمم المتحدة أن ممثل الحكومة اليمنية وقوات الحوثي في لجنة التنسيق العسكرية المجتمعون بالعاصمة الأردنية عمان اتفقوا على الالتزام بتثبيت الهدنة بمناسبة عيد الأطخى وأفد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جرانبرغ بأن الطرفين اتفقوا في الجلسة التي ترأسها المستشار العسكري لمبعوث الخاص العميد أنتني هيوارد على تشكيل غرفة التنسيق المشترك للتهدئة واحتواء أي تصعيد محتمل للعمليات القتالية في الوقت المناسب لضمان صمود الهدنة الإنسانية في البلاد قال الحاكم الإقليمي لمنطقة لوهانسك الأوكرانية سيرجي جايداي أن القوات الروسية تخوض قتالا عنيفا وتسحف صوب منطقة دونسك بعد سيطرتها على آخر بلدتين في لوهانسك المجاورة وقال جايداي أن القوات الروسية تكبدت فسائر فادحة خلال العمليات الطويلة للسيطرة على مدينتي سيفيرا دونسك وليستشانسك لكنها توجه جهودها نحو التحرق جنوبا أظهر استطلاع حديث لرأي أن أعداد متزايد من الأمريكيين تعرضوا لضغوط اقتصادية بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع أصغار الوقود على وجه الخصوص وأشر الاستطلاع الذي أجرته جامعة مونماث الأمريكية إلى أن غالبية المشاركين في الاستطلاع ذكروا أن ما تتخذه الحكومة الفيدرالية من إجراءات أضرت بهم وأن سياسات الإدارة الأمريكية لا تعود بالنفع على طبقة الوسطى في المجتمع وأوضح الاستطلاع أن 42% أو 4 من كل 10 أشخاص من المشاركين قالوا أنهم يكافحون من أجل موصلة تحمل الأعباء المالية أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام على البيت الأبيض والسائر المباني الحكومية والمواقع العسكرية والقواعد البحرية في أنحاء البلاد حدادا على أرواح ضخايا حادث إطلاق النار بمدينة شيكاغ وحتى غروب يوم السبت الموافق التاسع من يوليو الجاري هذا وقد وجهت السلطات الأمريكية سبع تهم قتل من الدرجة الأولى للشاب المتهم بفتح النار من فوق سطح مبنى على حجد كان يشاهده عرضا بمناسبة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو قرب شيكاغو وقال أريك رينهرد مدعي ولاية إلينويل لدى أعلانية عن التهم في مؤتمر صخفي إن المشتبه بي روبرت إي كريموس يواجه في حالة إدانته عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج المشروط عنه طلقت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن اليوم خطابا خول سياسة العامة لحكومتها الجديدة يتي ذلك بعد إعلان تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة المؤلفة من 17 وزيرا وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة تضم 41 عضوا بينهم 20 امرأة وقالت وسائل ألم فرنسية إن بورن لن تسعى للحصول على ثقة البرلمانين خلال بيان سياستها العامة أمام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أعلنت السلطات الصينية إغلاق المطاعم والحنات وأماكن العبادة لمدة أسبوع في مدينة الشان شمال الصين بعد رصد نحو 20 إصابة بفارس كورونا وقال المسؤول في المدينة جانج سودونج إنه تم تطبيق تدابير رقابية لمدة سبعة أيام بهدف تجنب تدفق الأشخاص وبالتالي الإصابة بالعدوى ولا تزال الصين تطبق استراتيجية صفر كافيد التي ترتكز على فرض حجر صحي على الأشخاص المصابين بكورونا وتدابير إغلاق محددة وحتى إجراء فحوص بي سي آر بشكل إلزامي نهاية مجزة تساعة نعود لإستكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر بعض الفاصل